بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائنا الأعزاء اليوم معنا محاضرة للدكتور مصطفى سند فأهلا وسهلا به وبارك الله فيه على هذه المحاضرة لمشاهدة مزيد من المحاضرات بإمكانكم المشاركة في قناتنا على اليوتيوب والآن أترغكم مع المحاضرة السلام عليكم نحن نتكلم النهاردة عن مقدمة على الأوتوميون كونكتف تيشوت زيز نفكرنا نعمل دي قبل المحاضرة بتاعة يوم الجمعة بإذن الله اللي نتكلم فيها عن اللوبس ألسامتوس بداية من حيث التسمية الأوتوميون كونكتف تيشوت زيز اللي هي اسم مشهور دايما عند الدكاتر اللي هي الروماتيك ديزيز وفيه اسم قديم ما عادش حد بيستخدمه بشكل كبير اسمه كولوجين بسكولر ديزيز مجموعة الأمراض دي بينهم حاجتين رئيستين مشتركة الحاجة للأولى أن فيه أوتو أنتيبودس مشتركة بينهم بمعنى أن فيه مثال مثلا زي الروماتويد أرسيرايتس وزي السيستيميك سكيلوروزيز اللي اتنين فيهم ممكن الروماتويد فاكتر يكون بوصدف مثال آخر زي الرؤو أنتي رؤو أنتي لا ممكن يكون بوصدف في اللوبس ألسامتوسيز زي ما ممكن يكون بوصدف في البوليمايسايتس الحاجة الثانية أن فيه كلينيكال فيتشرز مشتركة بين الأمراض دي عشان كده ندرسهم مع بعض بداية أن فيه تحليل مهم وفيه أنتيبودي مهم اللي هو الأنتي نيوكرا أنتيبودي ده أهم واحد فيهم لأنه هو بيتعمل تقريب بوصدف في معظم الأمراض دي وبالتالي احنا هنشرحه بالتفصيل أول حاجة القياس بتاع الان اي اس اي القياس الكلاسيكال بتاعه الان اي بوصدف فتقريبا معظم أو كل حالات السيستيميك لوبيس ألسامتوس بس فيه نقطة معينة لازم نعرفها عن التحليل أول حاجة أن التحليل كان بيتعامل زمان على رودين سيلز والأجل هذا كان بيطلع فلس بوصدف ريزالتس كتير وكان بيطلع فلس نيجيتف ريزالتس فكت تسمع تيرم كان يقولوا عليه اي ان اي نيجيتف سيستيميك لوبيس ألسامتوس ودي كان بتحصل في 15% من الحالات وده يرجع ان هما كانوا بيستخدوموا الرودين سيلز لكن دلوقتي في معظم المعامل بيستخدوموا حاجة اسمها هيرب 2 سيلز اللي هي هي هيمان تيومان لاين سيلز وعشان كده الحالات النيجاتف بقت من واحد لاثنين في المية بس طيب النقطة التانية انه كان معظم الحالات اللي كانت بتبقى فولس نيجاتف كان بيكون عندهم انتي رو انتي بوضس بوستر لكن قصة انه انت تلاقي واحد عنه سيستيمك لوبس وعنده اي نيجاتف دي حاجة هستوريكال اكتر منها واقعة تلوقتي النقطة التانية ان اللي بيعمل التحليل هو بيشوف الفولوريسنس ده ده تكنيشن فطبيع ان انت تلاقي من معمل التاني وبالتالي كان في محاولات من الوو انها تعمل لتحليل ده بانتردناشن يونت سيستيم ولكن ما كانتش نكحة واحنا لغاية دلوقتي ما نعتمل على التتر اللي احنا بنستخدمه نقطة اللي بعد كده الان اي كتس اللي موجودة في معظم المعامل بتديك نتائج ابنورمل او بوستر ريزلت لما يكون واحد على اربعين او واحد على تمانين والحقيقة ان ده مش يعني لا يعتمد عليه قوي اللي انا اقول عن الشخص ده ان هو عند بوستر ريزلت في اين ايه على الارقام القليلة ديه فيه استادزت عملت على ارقام كبيرة جدا واستخدمت كنترول يعني اعداد كبيرة جدا من النورمل بوبيوليشن ككنترول ولقوا عشان يقولوا على شخص ان هو عنده ابنورمل اين ايه تست او ان يكون عند بوستر لازه يكون واحد على مية وستين او اكتر طبع فيه نقطة مهمة لازم ناخدها في الحسبان اخرى يعني ان فيه خمسة في المية من البوبيوليشن عندهم نورمال ايه ابنورمل اين ايه تست اكتر من واحدة عن مية وستين وبالتالي فانت التحليل لوحده غير كافي ان انا اقول على شخص انه عنده ديزيز معين ولكن انا بستخدم كلين كالكريتيريا اخرى او تحليل اخرى النقطة التانية قصة العمر هل الage load rule باجي يقايم فيه ماجي ياخد التحليل طبعا احنا عندنا 15% من الناس اللي فوق الخمسة وخمسين سنة بيكون عندهم postive result على التتر العالي دي ايه نقطة اخد بالي منها اللي بعد كده نقطة الادوية هل الشخص ده بياخد ادوية معينة ممكن تغير في التحليل زي ما احنا عارفين فيه drug in used lupus برضو فيه drug in used ANA ممكن الدراجز دي تغير لي تعمل لي ANA postive لكن ما تعمليش systemic lupus وممكن هي تعمل ANA postive وتعملي systemic lupus الادوية مشهورة جدا اللي هي بتكون معاها anti-stone anti-botus postive اللي هي زي البروكينامايد والهايدرالزين والINH والكوربرومازين والفينوتويل والنصايل دوب بس في نقطة مفيدة لنا هنا ان الناس اللي بيحصل لهم systemic lupus induced drugs دي معظم clinical criteria اللي بكون عندهم تكون musculoskeletal اللي بكون عندهم بيروح لبتاع الروماتولوجي اكتر يكون عندهم arthritis وarcerology homology وسيروزايتس لكن فرصة الكوتينيوس manifestation بتبقى قليلة قوي في الpatients دول طبعا قليلة بالمقاردة بالناس اللي عندهم ethiobasic systemic lupus بس في عندنا مجموعة تانية من الادوية بيعملوا drug induced lupus اللي هي زي الhydrochlorosazide والدلتايزم والجريسيوفولفين والتربنافين المجموعة دي بيعملوا anti-ro anti-botus وبالتالي بيقوم زي ما مشهور بيعملوا اصابة كوتينيوس lupus السيومتوس is like manifestation المجموعة دي بيكون الانتيستون عندهم negative الادوية اللي احنا بدأنا نستخدمها اللي هي biological inhibitors biological drugs اللي هي TNF alpha inhibitors هل ليها دور؟ طبعا ليها دور وبتعمل برضو ANA positive results وممكن تعملك lupus systemic lupus يعني في كيسز كتيرة ريبورتت على TNF alpha inhibitor ان هم بيعملوا lupus ercymatosis بس معظمهم كانت الحالات ما كانتش سبير بيش غير حالة واحدة بس كانت عملت نيفرايتس كانت مع الاثلرسبت ولقوا ان الانفليكسيماب بيعمل القصة دي اكتر بالمقارنة بالإتانر ست الادوية دي مختلفة على الادوية اللي احنا قلناها قبل كده اللي هي الهايدرازين واين اتش في انهم بيعملوا skin manifestation اكتر بكتير يعني بيعملوا lupus systemic lupus يعني بيعملوا acute وبيعملوا sub acute وبيعملوا discoid lupus تاني حاجة ان الناس دي بيكون عندهم lupus وبيكون عندهم lupus anti double strand post بس ما عندهمش histones زيه يعني غير مختلفين عن الادوية القديمة اللي احنا لسا ايلنها lupus نقطة اللي نكلم فيها بعد كده immunofluorescence كلينه زي ما احنا كنا بنقرف الكتب ان فيه various patterns من اللي نيوكلور immunofluorescence بيكون في حالات الان ايه زي الهوموجينوس والبريفرال والسبيكلد ونيوكلور السنتروميرك هل الحكاية دي لها قيمة؟ الحقيقة انه لقوا ان القصة دي ملهاش قيمة قوي الا في حالة السنتروميرك immunofluorescence اللي لقوها فعلا انها قيمة انها يعني بتيجي اكتر في الناس اللي عندهم limited systemic sclerosis اللي هو لكن الحاجات التانية ملهمش قيمة قوي في الدايجنوزي يعني مش مع disease قوي اكثر من التاني بقيمة تفرق يعني في الاخر يعني استخدام الان ايه اما يجي لي واحد عنده ان ايه بوستف هل هو بشخص بي بس ولا هل ممكن اقول ان هو في حالة فلير يعني بشوف بي اكتيفتي في تحليل في اوتو انتيبودس لقوا ان لها قيمة في الدايجنوزي وفي قيمة في الاكتيفتي وفي حاجات لها قيمة بس في الدايجنوزي يعني مثال الاي ان ايه تست ليه قيمة في الدايجنوزي بس لكن التتر بتاع الاي ان ايه مش كل ما يزيد معناها ان فيه اكتيفتي زيادة لكن كل ما يزيد معناها في بوستفتي يؤكل الدايجنوزي اكتر ايه كمثال تاني احنا عندنا فيه تحليم مشهور في الس23 بس اسمو انتسميس انتيبودس ودا برده له قيمة في الدايجنوزي لكن ملوش قيمة في الاكتيفتي بتاعة الزيز لكن ايه التحليل مثلا كمثال اللي هي كل ما تزيد يقول الشخص ده او العيان ده في فلير اللي هو زي الانتي دبل سراند انتي بوضز والانك اللي هي الانتيو نترفيس هاتو بلازمك انتي بوضز طيب في الاخر يعني بعد ما شفنا كل الكلام ده على الان ايه انا عيان جايل لي وطلع لي ايه ايه بوستف انا هعمل ايه بالتحليل ده السؤال ده اجابته بيختلف هل انت دكتور جلدية ولا دكتور بتاع رومتولوجي بتاع رومتولوجي ما شوفوا التحليل ده بيروحوا طلبين من العيان لستة التحليل كبيرة جدا يخلصوا بيها يشوفوا هل فيه تحليل مثلا شوف هو اللي هو افكت لورينال ولا لأ بيطلوبوا لستة كبيرة جدا ده مختلف عن دكتور الجلدية دكتور الجلدية هدفه يعرف ان العيان ده بتاع جلد بتاعه بس ولا هيحتاج دكتور تانية هيحول العيان لدكتور تاني او فيه دكتور تاني هو اللي هيتابقه بس وبالتالي فهمت تتخيل ان واحد جايلك بإيه طبعا وعمول على الهيبتو اللي احنا اتفقنا عليه لمعظم المعامل بعد لو أقل من 160 وخصوصا لو ما عندهوش اي كلينك الكريتيريا تدل على ده خلاص تقوله روح بقيتك تبعندكش حاجة طب لو هو طلع عنده اكتر من 160 هروح شايف اعمل له مثلا بقيت التحليل الستانرد المشهورة زي الانتي دبل ستاني والاسمس واشوف هل هو معاك 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 لو كده احاوله بتاعه رومتولوجي بس هو دي ده ده يعني ده ده المفروض هتتعامل معاك كدكور جلدية يعني في الان was a neighbor result ريب هل في تحليل تانية بنطلبها احنا قلنا الان ايه وكلمنا عليه ان هو shared between معظم الautomine connected diseases لكن هل في تحليل تانية الواحد بيطلبها اه في تحليل تانية وده بيختلف على حسب disease اللي بتكلم عنه يعني كمثال في السيستيميك لويس السيموتوس ايه التحليل المشهورة 10 تحليل اللي هو الانتي سميس والانتي دابل ستراند ليه اهميتهم لان السواء ده او ده بصدف ده بيمثل واحدة من الكريتيريا اللي هل ACR كريتيريا اللي انا بشخص بيها عيان عنده لوبس احنا عندنا فيه 11 كريتيريا لو 4 من 11 دول طلعوا بصدف سواء مع بعض يعني النهاردة مثلا يوم النهاردة 14 1 2017 لو العيان جالي وعنده 4 وحالا عنده بصدف من 11 اشخص الواحد عنده سيستيميك لويس او انه يوم 5 2 2015 كان عام التحليل وطلع بصدف او كان جاله نيفروتيك سندروم مثلا وكان عنده بروتينيريا وعنده جولوموريوفريتس واحدة من الحاجات اللي هنكلم عنهم في السيستيميك لويس طلع بصدف لكن خف منها والنهاردة عنده هموليتك اناميا وعنده ايه بصدف ماشي وكان مثلا من 6 شهور انه كان جاله ديسكويد راش مثلا او جاله يعني جاله ارثرايتس وخف منها يعني ممكن يكون كريتيريا دول مع بعض وممكن يكون حصلوله على مدار عمره باخد منه هستر كويس ولو عنده لاب انفتيجيشن بستفيد منها واقول ان الشخص ده عنده لوبس ففيه تحليل اخرى ممكن نطلبها زي الانتي سميس وانتي وانتي دابل ستريند ولوم سبيسيفيس تي عالية جدا بالنسبة للوبس الاسمتوس وزي ما العين داخل في فلير النقطة اللي بعدها كده احنا معظم المعامل بتستخدم إيه بتستخدم إليزا عشان مشهور وبيستخدمه عشان يقيسوا بيت تحليل لقوا ان مش مجرد واحد طلع بوسطف ريزلت بإليزا مثلا الانتي دابل ستريند معنى كده ان ده سبيسيفيك للوبس لأ لان في حالات طلعت بوسطف بالإليزا وبعدين ما عم يقوله لحاجة اسمها كونتر إليكترو فريس طلعت نيجتف فمش معنى برضه ان هو طلع بوسطف بس بالإليزا ان هو ان هو ان هو بوسطف خلاص عنده لوبس عشان كده عمله كريتيري عشان مش تحليل واحدة ده رشخص بي انها واحد عنده سيستيمة لوبس يعني يعني ان 3 من 10% بالناس دي طلعوا بوسطف بالإيميون وده يهمنا ان انت ما تعتبتش على التحليل الواحد في تحليل تانية بنعملها في اللوبس زي الانترو والانتلا ودول اشهر مشهورين جدا موجودين مع صبع كوتينيس لوبس الريسيمتوس والانترو والانتلا دول مش نيوكلر بروتين دول سييتوبلاس بروتين في نقطة ان معظم الناس اللي عندهم صبع كوتينيس بيكون عندهم رو انترو بوسطف وقليليلي اللي يكون عندهم لا لكن ما فيش واحدة يكون عنده انتلا بوسطف من غير ما يكون عندي انترو وليل جدا احنا خلصنا بالنسبة للوبس هنتكلم تاني حاجة على الكلمتين عن الدرماتوم درماتوم ايسايتس الدرماتوم الموجودة معاهم في تحليلين مفشورين في حاجة اسمها anti-jo-1 وanti-mi-2 لقوا ان التحليل دي الحقيقة لو انت سألت حد بتاع بطنة هقولك انت لو جالك واحد شاكف عنده درماتوم ايسايتس بتطلبها يقولك لا ما يطلبهاش انها قليلة جدا انها تكون بوسطف هي تحليل مكلفة فاستخدمها مش مش بس لو احنا هنقولك كلمتين هنقول الanti-jo-1 بيجي مع البوليميوسايتس واحد من الانتي موضيز اللي هي بيكون في الناس اللي عندهم بوليميوسايتس سواء هو عنده جلد ولا بس وجودها بوسطف انه هو عنده مايوسايتس الحاجة التانية الام ايما ايما بيكون معاه في الناس اللي عندهم سكين مانفستيشن عندهم جوتروبابيول عندهم جوتروبساين عندهم شاولساين دي قيمتها لكن هنالواحد بيطلوبهم ولاي الجن اللي واحد يطلوب لانهم غالين ولاي اللي ما بيطلعوا بوسطف الديزيز البعد كده السيستيميكس كروروس السيستيميكس كروروس برضو فيه تحليلين مشهورين في الانتي سنترومير بروتين وفي الانتي اللي هو توبو ايزو مريز وان توبو ايزو مريز وان ده كانوا يقولوا عليه اللي هو الانتي سنترومير ده بيكون بوسطف في المت تايب أو كريست سندروم لكن ال سي سي ال سيفنتي بوسطف في جن ريلايز طيب احنا هنتكلم بتفصيل بإذن الله بعد كده اليوم الجاي يوم الجمعة هنتكلم على السيستيميك لوبس وممكن بعدها سواء يعني في محاضرات أو نتكلم لايف عن بقية التشو بإذن الله وانتكلم بتفصيلين عن استخدام التحليل او كريتيريا او امت اطلب طيب احنا عندنا فيه تزيز مهم اللي يهمينا بشكل رئيسي اللي هو المورفيا هل المورفيا بطلب له تحليل او فيه تحليل بوسطف احنا ايه ولقوا ان التحليل دي موجودة في المورفيا ممكن تكون بوسطة لكن الواحد ما بعتمدش عليها قوي كتشخيص يعني دي النقطة اللي كنا عايزين نتكلم عنها كمقدمة انا بس عايز اقول كلمة على التحليل بشكل عام في حاجة اسمها بايو ماركر بايو ماركر ده يعني عبارة عن حاجة بقسها عشان اشوف فيه او اقول العيان اللي عندي ده هل بيستجيب لدواء ولا ميستجيبش يعني تحليلي يعني بعمله يعني قصة كلها مش مجرد لأ انا ممكن اقيس حاجة معين اقيس زي ما بنعمل في الابحاث بتاعتنا عشان نشوف الشخص الفلاني ده عنده حاجة نورمل او عنده ابنورمالي حصلت او ان هو لو ما اديت له علاج هل هو هيستجيب له او بيستجيب له ولا لا تاني حاجة ان انا ممكن اعمل تحليل عشان اقول مثلا واحد عنده لوبس اشوف الراجل ده عرضة انه يجيل نيفريتس وده هيكون هاي رسك ولا لا ففي حاجة اسمها دياجنوستيك مثلا بايومارك دياجنوستيك عشان اقول الشخص ده عنده ديزيز الفلان عملت انتي دابل ستراند مثلا عشان اقول انه عنده سيستيم لوبس وفي واحد برو جنوستيك يعني عملتله انتي سميس فالشخص ده عرضة يجيله مثلا نيفريتس عملتله المشهور يعني مثلا عملتله سي تلاتة و سي اربعة ولقيتهم كوملومنتمي اللي هو نقص سي تلاتة و سي اربعة بيجوا قبل ما بيحصل الفلير بتاعنا فرايتس وبتالي ده فانكشن الحاجة التالتة ان انا ممكن اعمل بايو ماركر بيسموه فرماكو ديناميك ان انا عشان اشوف الفرماكولوجيكا ريسبونس اقيس الفرماكولوجيكا ريسبونس و ده همني يعني العينين اللي هم بياخدوا مثلا ما عندنا زي بتوع سرايسز اللي بياخدوا ادوية غالية فانا يهميني ان انا اعرف الشخص ده قبل ما اديله دول فلاني هل هو هيستجيب ولا لا فلو فيه تحليل اقدر اعمله ليه هيوفر علي كتير بس انا دي كتب مقدمة للواحد كان عايز يقولها ممكن اختمها بس ان في كم تعريف يعني اوتو انجين اوتو انجين ده السيل الملكيول اللي بتعرف عليه بالT سيل او بي سيل اللي موجود على التيشو بتاع الموجود على الهومن سيلز ايه هي الاوتور اكتيف سيلز الاوتور اكتيف سيلز اللي هي لمفوسايتز اللي عليها ريسبتورز اللي بترياكت مع الاوتو انجين والاوتو اميونيتي ده الرياكشن بتاع الرياكشن بتاع اليميون سيستر عشان بس هو النهاردة بس كده ان شاء الله ونشوفكم ان شاء الله يوم الجمعة جاية بإذن الله سلام عليكم